النهاردة وقعت مصر مع البنك الدولي اتفاق لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف وده بقيمة 300 مليون دولار على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الاندونيسية وقال نائب رئيس البنك الدولي خلال التوقيع أنه حريص على دعم مصر في مجالة البنية الأساسية خاصة بعد النجاح اللي حققته في المجال ده وحصول مصر طبعا على أفضل دولة إفريقية في مجال الاستثمار وقالت الوزيرة سحر نصر أن الاتفاق جيب في إطار دعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا بمصر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية